السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس الافتدائي عشرين وخمسة وعشرين ترم اوار ريعت لكم بفيديو جديد معاكم مسأسماء ياسر. النهاردة هكمل معاكم يونت فور الوحدة الرابعة اللي بعنوان الاعتناء بعالمنا بتجأو صفحة مية خمسة واربعين. النهاردة اشرح معاكم الدرس التاني في كتاب الجم. طبعا اه اللي بعنوان ماذا كنت تفعل? سنة خمسة لو انت اول مرة تتبعنا يا ريت تنزل تشترك حينما في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لكل جديد. شارك الفيديو ده وعزقاك عشان اما كمان يستفيده ده هيدعمنا جدا. حاول يوصل لأ اكبر قدر ممكن من الطلاب. ودعمنا بلايك لو الفيديو عجوك. نسيب لك قائمة تشغيل صفحة الخمسة ابتدائية عشين خمسة عشان ترمى اول في جميع التقييمات الخاصة بموقع الوزارة. هينزل المهادة تقييم الاسبوع الرابع بعد الفيديو ده على طول. التقييمات اللي جاية كلها. وبينزل في القائمة دي اولاك جميع الدروس مشروحة ومحلولة. حد الواحدة الرابعة والوحدات اللي جاية بازن الله من كتاب المعاصر للي مع نصف الكتاب المعاصر. وكتاب الجيم اللي احنا بنشرح منه دلوقتي. هنعمل ايه في الفيديو ده يمس عندنا قاعدة لغوية. الدرس كله عبارة عن شرح لزمن الماضي المستمر. ده الدرس بتاع النهاردة. وهنحل التمرينات الخاصة بيه والامتحان اللي جاي عليه. ده بس اللي موجود في الدرس التاني النهاردة. يلا تعال نبدأ. اول حاجة بيقول لك زمن الماضي المستمر. تعال بقى نشرح مع بعض ونشوف ايه هو زمن الماضي المستمر. ونشوف الدنيا فيها ايه. اول حاجة we use احنا بنستخدم. زمن الماضي المستمر. for something that happened and continued over a period. ها? of time in the past. مش فاهم حاجة مس. احنا بنستخدم زمن الماضي المستمر ده. للتحدث عن شيء. ها? حدث. واستمر. continued. over. لفترة. over a period. لفترة. of time. من الوقت. in the past. في الماضي. مش فاهم. هي كانت بتطبخ امبارح الساعة ستة. بكز معاي. الكلام ده حصل امتى? حصل امبارح. فده معنا ان هو ماضي. طبخت امتى الساعة ستة. فانا حددت لك وقت. ان هي حعملت حاجة في الماضي. استمرت الوقت معين وخلصت. خلاص وانتهت. هو ده الماضي المستمر. حدث. حصل في الماضي. واستمر الفترة من الوقت. وانتهى خلاص. كل ده كان في الماضي. حاجة خلصت خلاص. هو ده. زمن الماضي المستمر. طيب. عندي يا ولاد لكل زمن حاجة اسمها. صيغة الاثبات وصيغة النقف. تعالى نبدأ الاول بصيغة الاثبات. انا عندي في زمن الماضي المستمر التكوين بتاعه من الاخر. ودي ده على المفرد. وبتاخد الاي. ده الفعل بتاعها والهي والشي والات. ووير. ودي مع الجامعة وبتاخد اليو والوي والذي. والاتنين بيجي بعدهم. مصدر الفعل مضاف له اي ان جي. تاني. في في زمن الماضي المستمر في حالة الاسبات. واز بتيجي مع الاي والهي والشي والات. ودي مع الايه? المفرد. ووير بتيجي مع اليو والوي والذي. ودي مع الايه? مع الجامعة. اللي اتنين بيجي بعدهم مصدر الفعل مضاف له اي ان جي. اديني مثال يا مسا. شي. طبعا ما شي انت قلت شي بتاخد مين? بتاخد واز. شي واز. بعدها المصدر مضاف له اي ان جي. شي واز كوكينج. يعني هي كانت بتطبخ يستردي بالامس دي بملة ماضي ايه? اد سكس كلاك الساعة السادسة. بملة ماضي مستمر. اتحقق فيها الشروط. شي بعدها واز. بعدها مصدر الفعل مضاف له اي ان جي. تابوي ويتاخد وير لانها جامعة. وبعدها الفعل او المصدر مضاف له اي ان جي. وما كانوا بيلعبوا فوتبول كارتا قدم يستردي بالامس. اد تو كلاك الساعة ده كله في صيغة الاسبات ياولاد. طب في صيغة النافي. قال لك صيغة النافي نفس القصة. بس كل الحكاية ان انا ازود لواز. ووير نوت. ونافي واز الاختصار بتاعها وازنت. واختصار وير ويرنت. لكن نفس القصة وازع تاخد الاي واله والشي والات. وبتيجي مع اي ولادة وبتيجي مع المفرد. ووير بتاخد اليو والوي والذي وبتيجي مع مين يا سنة خمسة وبتيجي مع الجامل. واللي اتنين بيجي بعدهم مصدر الفعل مضاف له اي ان جي. تركزوا معاني. الحاجات دي يا سنة خمسة عايزة ورقة او قلم وتتذكر بالورقة او القلم. مش بس تتذكر كده. انت هتفهم دلوقتي ان المسأ اسماء. وتبق بعد كده. بعد ما تقفل الفيديو بتاعك. تبدأ تمسك ورقة او قلم متذكر اللي انا بقوله ده بالحرف. تحفظ ان الواز بتاخد الاي والهي والشي والات وبتيجي مع المفرد بيجي عده مصدر الفعل مضاف له اي ان جي. وان الوير بتجي مع اليو والوي والذي وبتيجي مع الجامل وبتاخد المصدر المضاف له اي ان جي. ده في حالة الاسبات. طب في حالة النفي اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. وير بتبقى وير نوت او ويرنت. واز بتبقى وبيجي بعضهم مصدر الفعل مضاف له اي ان جي. ديني مسال يا مس. هانا بتقولك جودي. وازنت سليبنج. ما نعميتش يستردي بالامس. ات ايد بي ام. ستعني مساء. تايجورز. ويرنت درينكينج وادر يستردي مورنينج. يبقى انا هنا في حالة المفرد خدت وازنت في النافي. وفي حالة ازاي الجامعة خدت ويرنت في النافي وكقولت نينجي. وبعدهم مصدر الفعل مضاف له اي ان جي. ودي جملة ماضي مستمر. طب. يس. نو. Dubi. السؤال. بيس ونو. يعني ايه السؤال بيس ونو. يعني الاجابة بتاعت تو وهيجي بعدها مصدر الفاعل ونضف له i and g. طب الايجابة لو ب yes yes زائد الفاعل وبعدين was aware. و no زائد الفاعل وبعدين wasn't or weren't. يبقى في حالة no wasn't or weren't وفي حالة yes was aware. طب انا بقول wasn't or weren't بناء على ايه او was aware بناء على ايه. بناء على الفاعل. لو الفاعل i and you and she and it. يبقى نختار was. يبقى yes i was. yes he was. طب لو الفاعل we and you and they. يبقى yes we were. yes they were. طب لو no. no مثلا they weren't. no he wasn't. وهكذا. ادي مثال ايه مستش عنافها. بقولك هنا was amira writing in her book. هالاميرة ايه كتبت في كتبها. لو الاجابة بيسألت yes. اميرة هنعوض عنها بشي لانها مؤنس. يبقى yes she was. هنا where the boys. هاللاولاد eat and lunch اتغدوه. الاجابة هنا بno. طالما no هنعوض على الاولاد. هنعوض عليهم بزي. no they weren't. بيقولك هنا ان where you. في السؤال بتتحول في الاجابة الى we were او i was. يبقى انا لو جال الفاعل i هاخد was. حتى لو السؤال لو الفاعل we يبقى انا يبقى ايه هيبقى ويه. دي جوا حاجة مهمة جدا يا سنة خمسة بملاحظة مهمة. تمام? تمام. تعال انجا. تعال ان كامل اللي بعد. لسه مكملين في unit four ولكن صفحة one hundred forty six مية ستة واربعين. سألتي خلاص بال wh question. يا مسا قلت هتسأل لي what was and where وبعدهم الفاعل وبعدهم مصدر الفاعل مضاف له i n g. طب لو هنسأل ب wh question. لو هنسأل بكلمة استفهام. هنعمل ايه? انا عندي كلمات الاستفهام يا سنة خمسة كتير. what will where will when will how. كتير جدا كلمات الاستفهام. بيجي بعد كلمة الاستفهام على طول. ايا كان يا كلمة استفهام دي ايه? was. لو جيه was يبقى الفاعل بتاحها the i وال he والshe وال it. ولو جيه بعدها where الفاعل بتاحها the u وال we والthey. وبعدهم مصدر الفاعل اللي مضاف له ing. يديه مثال يا مسا. سألنا هنا ب what? وجيه بعدها was. انا بسأل عن حاجة مفرد. what was? هنا الفاعل بتاعي مفرد. what was the girl doing? ما البنت فعلته? ايه اللي البنت فعلته? ايه اللي البنت فعلته? قاعد 6 am yesterday. الساعة 6 ايه? امبارح. طبعا هنعوض على البنت في she. وننزل الوظيمية. she was having breakfast هي ايه? فترت. تمام كده يا ولاد? تمام. يبقى لو كلمة استفهام يا سنة خمسة هتيجي بعدها was aware لو جيت was هتاخد the i وال he وال she وال it ومصدر الفاعل مضاف له ing. ولو جيت where هتاخد الفاعل بتاعه the u وال we وال the ومصدر الفاعل مضاف له ing. مضاف له ing. ايه هي الكلمات الدلة على زمن الماضي المستمر. عندي كلمات دلة على زمن الماضي المستمر? اه عندي كلمات ايه الدلة? اما اقول all day all morning all evening all night all yesterday. كل دي كلمات دلة على زمن الماضي المستمر. اه واقول at six seven eight nine o'clock am yesterday. كل ده طالما في تحديد وقت وتحديد الزمني بدا زمن ماضي مستمر. حددت لك انا الساعة حددت لك ان هو بالامس حددت لك ان هو صباحا حددت لك ان هو مساءا. اقولت لك all day all morning all evening all night. قولي yesterday. كل ده بيدل ان دي ايه يا ولاد? ان دي جملة ماضي مستمر. دي كلمات دلة مهمة جدا وتتحافظ عشان هتفيدك يا سنة خمس. ادي مثال. the children الاطفال. we're playing football all morning yesterday. ايه مجرد ما شفت كلمة all morning yesterday اعرف ان الجملة ماضي مستمر. الجملة التانية نفس القصة. علي was studying Arabic at seven pm. طالما شفت seven pm yesterday. يبقى اعرف ان دي جملة ماضي مستمر. لما بنعرف ان دي جملة ماضي مستمر بنبدأ نتعامل ان مع الواز بيبعدها مصدر الفعال مضاف له ng والواز بتاخد الاي والي والشي والات. ومع الوير بيجب بعدها مصدر الفعال مضاف له ng ويوير بتاخد الوي والذي واليو. بس هو دي الكصة. بيقول لي هنا بقى انتبه كيف تضيف ing للفعل. دي ملاحظات لازم نعرفها. اذا انتهى الفعل بحرف الاي صامت بيصبك حرف ساكن فان انا نحزف عند اضافة ing. يعني حل حرف الاي هنا يولاد اتنطق ما تنطقش. قبله حرف ساكن اه يبقى احنا نحزف الاي ونضيف ing. نفس الكصة. هنا اه منتيب حرف الاي. هل انا نطقته? لا. اخر حرف نطقته k. طيب. ويقابله حرف ساكن اه نحزف الاي ونضيف ing. يبقى. طيب. الجملة اللي بعد كده. اذا انتهى الفعل بحرف ساكن يزبكه حرف متحرك. فان انا ضعف الحرف الاخير عند اضافة ing. مبتيب حرف الام وحرف الام ده ساكن. لان انا عندي حروف متحركة يا سنة خمسة الاي وال الا والا والا والي والاي والا واليو دي الحروف المتحركة. ما عادا زلك فهي حروف ساكن. حرف الام هنا حرف ساكن. قبله حرف متحرك اللي هو حرف الاي ضعيف من الحرف الاخير. كمان ام وضفنا اي النجي. شاب منتهب حرف ساكن قبله حرف الاو لو حرف متحركة هو حرف حرف متحرك. ده بالنسبة لزمن الماضي المستمر اعتقد ان هو درس سهل وبسيط جدا يا سنة. خمسة ومش محتاج لأي حاجة. تعال بقى نحل اللي جاي عليه. عندي حوالي عشر جمل بيقول لي اختار الاجابة الصحيحة. اول سؤال طالما عندي زي خلاص انا عرفت انا اختار ايه وانا الكلمة دي بتدول ان دي زمن ماضي مستمر طالما ماضي مستمر انا عندي بتاخد ايه يا اولاد? بتاخد ال where؟ ان دي جملة ماضي مستمر وجي بعدها مصدر الفعل مضافة لينجيه. بعد كدا هي وعندي at three p.m yesterday. طالما عندي at three p.m yesterday جملة ماضي مستمر دي بكلمات الدلة. يبقى هي دي هتاخد ايه يا اولاد? هي بتاخد was بعدها مصدر الفعل مضافة لينجيه. او was playing. سهل او بسيط. طيب بعد كده. بتدول دي جملة ماضي مستمر. يبقى انا عندي هنا وجاي بعدها الايه الجامع. يبقى هناخد ايه بعدها مصدر الفعل مضاف لأي نجي هتبقى دونج. جميل. جملة ماضي مستمر برضو. انا عندي هنا مصدر مضاف لأي نجي. بقى واس بتاخد ايه? هي والشي والات والاي. انا اللي تنفع الوحيدة اللي هي عشان دي مفرد. هنا اي نقطة traveling by boat to the island. جملة ماضي مستمر. يبقى اي هتاخد اي? اي هتاخد واس وبعدها مصدر فعل مضاف لأي نجي. اي نقطة ات 6 ام يستردي. جملة ماضي مستمر. اي هنا هتاخد مين? اي هنا هتاخد واس سليبنج. برافو عليكم. نقطة she making فتة. at least she was. الاجابة طبعا بyes she was. يبقى السؤال هيبقى واس لان انا بس قالينا على حاجة مفرد اللي هو الشي اهو. يبقى دي الواز. where they not in the sea? هيجي بعدها اي اي اولاد? هيجي بعدها مصدر فعل مضاف لأي نجيش. جميل. where you studying english? انا بتقالي الى no we? ها. ركزوا معي. السؤال where? وانا عندي هنا you. ونو we. طالما انا عندي we. يبقى الاجابة هتبقى no a we weren't. ما ينفعش wasn't لان we بتجي معا weren't. طيب. نقطة you listening to music. هنا انا عندي you. الفاعل you. the they وال we وال you. بياخدوا مين? بنسأل where? تعالى نكام. وصلنا يا سنة الخمسة صفحة one hundred forty seven مية سبعة وربعين. هنحل التدريبات اللي موجودة على listen to اللي هي على القاعدة اللي هو اللي احنا خدناها نهضة زمن الماضي المستمر. اولا كده عندي نص استماع قبل ما نبدأ بنقرأه ونبدأ نحل على طول. نص الاستماع بيقول ايه? I am sara. انا اسمي sara. I was studying english. بدرس انجليزي. بدرس انجليزي. بدرس انجليزي at ten yesterday. يبقى sara was studying english. اتكملت وقالت. my family and i and i were having breakfast. بنفطر at eight الساعة ايه تمانية in the morning في الصباح. يبقى they were having a breakfast. بدتاني حل. we were listening. احنا بنسمع to the radio. للراديو. yesterday evening. اللي هو ايه بالامس. مساء. زي where ايه يا اولاد listening to. هما سمعوا ايه? للراديو. بعد كده احنا زهبنا آآ ليك للبحيرة. آآ آآ زهب البحيرة بالقرب من المنزل. وبعد كده اخر حاجة خالص. the fish was swimming in the lake. the fish اللي هي السمك بيعوم في البحيرة. تعالى نكمل. بعد كده يا ولاد بعد ما نكون خلصنا. عندنا طبعا جيب لي القطعة وهنختار من الكلمات اللي قدامنا. I am adam. انا اسمي ادم. I was at the zoo yesterday. انا كنت في ايه? في حضرقة الحيوان امس. at 10 o'clock الساعة 10. the fox اللي هو الثعلب. was نقط under a tree. كان بيعمل ايه تحت الشجرة? هنقول was sleeping. كان ايه? دي number one. يا سنة. خمسة نكتبها. the fish السمكة. where نقط in the lake. بتعمل ايه في البحيرة? هنقول swimming. بتعوم. دي number two. نكتبها هنا. the tiger was not water. هنقول بيعمل ايه? drinking. بيشرب مية. دي number three. هنكتبها هنا. زكاة القطة wasn't running. ما كانش بتجري. it was sitting. هتقاعدة. the people were not around. الناس ايه? هنقول walking around. بيتمشوا. I was watching everyone. انا طبعا بشاهد الجميع. I was having a great time. بعد كده عندي جمل زي ما نشايفين كده هنرتبها مع بعض. اول حاجة هنقول we were having a great time. بعد كده what? بيجي بعدها ايه? was aware. يبقى where? you what were you doing? at 6 pm. هنا هنقول where they swimming? in a? ايه اولاد? in a lake. he wasn't. هو ايه? wasn't sleeping. وما نمش. تمام? at 8 pm yesterday. بالامس. الساعة منامش الساعة تمانية. مساء امبارح. بعد كده وصلنا لصفحة 148. read and write. اقرأ واكمل طبعا الجمل دي. وصححة لما بين الاكواس. تعال صححة لما بين الاكواس ونقول احن صححناهم كده. يلا. زي ما انتوا شايفين الحل زاير قدامنا باللون الاحمر. الزا طبعا مفرد. was? بيجي بعدها مصدر الفعل مضاف له هنا جايب لي. لا احنا ضفنا له. هنا جايب لي. بس انا عندي الفاعل وهي والشي والات وي. اسم المفض بيجي معهم واز مش وير. طالما عندي وير. بعدهم مصدر الفاعل بيضاف له مش دو. هتبقى دوينج. ينفع نقول نسأل بهل بيو وير. لا بنسأل بوير يو. طيب. مين اللي شادت بزيون? لا تبقى طالما عندي يس يبقى yes she was. wasn't دي بتيجي معا no. هنا اخترنا زي لي. لان انا عندي وير. ووير بيجي معاها ايه الفاعل جمع مش مفرد. was the cat run? لا تبقى running. لان دي جملة ماضي مستمر. هنا she was studying english at 10 p.m. جملة ماضي مستمر. تيجي معاها دي. لا تيجي معاها yesterday امس. what were قلنا ليه عشان عندي children هنا اطفال فاتبقى where مش are. زي where ليه? زي where. اللي انا عندي الفاعل هنا زي. ما ينفعش is. طيب. where you بيجي معاها مصدر الفاعل مضاف لأينجي بيبقيت making. حزفنا الايه طبعا قوة تنسوا حاجة زي دي وتفنقى الاينجي. where they? زي بيجي معاها where مش are. لان دي جملة ماضي مستمر. I بتيجي معاها was مش قامل لان دي جملة ماضي مستمر. he was بيجي معاها مصدر الفاعل مضاف لأينجي. traveling. what? طيب ما عندي هنا شي والفاعل مفرد. وعندي جملة ماضي مستمر تبقى was مش is. هنا يا ولادة هتبقى I capital. I was studying English. برضو هنا هتبقى الايه كابتال. هنا الدبيو معمولة كابتال احمد يبقى الايه كابتال عشان ده اسم شخص. what was احمد doing at pm yesterday? وبنحط في الاخر علامة استفهام لان ده سؤال يا سنة خمسة. هنا جايب لي بقى بيقول لي تكلمي عن مجابعة عنا في نهاية الكتاب. آآ في نهاية الكتاب هتقدر تحلها في صفحة ايه آآ تلتمية وتمانية. بكده خلصنا يا سنة آآ خمسة الدرس التاني في الوحدة الرابعة في كتاب الجمل. لسه مشاركش في القناة وفعل زر الجرس ينزل يشترك حانا ونفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. شارك الفيديو ده مع ازرقك عشان هم كمان يستفيدوا دعمنا بلايك عشان يوصل لأكبر قادرة ممكن منه الطلاب. سيب لك تحت في الوصف ازي تكتب ايميل وازي تكتب وصفحة في بيسبوك لو محتاج استفسار. وهسيب لك قامة تشغيل الصف الخامسة ابتداء عشرين خمسة وعشرين ترمة اول فيها جميع الفيديوهات الوحدة السابقة مشروحة ومحلوة ترتيب من كتاب الجم وكتاب المعاصر. وفيها التقييمات الاسبوعية الخاصة بموقع الوزارة. هينزل من هذا ده كمان التقييم الاسبوعي الخاص بالاسبوع الرابع. ما رأيكم التوفيق جميعا سنة خمسة ركيت معاكم بمس اسماع ياسر اشوفكم في فيديو جديد.